من أجمل ما قال سيدنا عمر بن الخطاب يم قال كل عمل كرهت من أجله الموت فاتركه ثم لا يضرك متى ميت كل عمل لو عملته تخاف أنك تموت عليه سيبه بعدين ما يضركش تموت على أي حال مدن بعدت عن الأعمال اللي تخاف تموت وانت بتعملها النوعية دي من الأقوال أقوال جلالية انت عارف أي حاجة في الدنيا فيها جمال وفيها جلال الجمال الأقوال اللي فيها رحمة وفيها شيء كده من الترغيب والكلام عن لطف ربنا سبحانه وتعالى وقبوله للتوبة أقوال فيها جمال وفيها أقوال فيها جلال عظمة ربنا سبحانه وتعالى ووعيد ربنا سبحانه وتعالى وقدر ربنا سبحانه وتعالى ووقوفك عند الحرام عشان الإنسان ما يتخطاش حدود ربنا ساعات كتير البني آدم بيبعا عايز يدخل على الله من جانب الحب فيقولك ما بحبش حد يخوفني يكلمني بطريقة حببني صح انت صح بس في بعض الأوقات النفس البشرية بتحتك تحذر وربنا قال في القرآن ويحذركم الله نفسه والله رؤوفهم بالعباد بيحذرك لأنه رؤوف بحالك بيحذرك لأنه بيحبك وفي وقت من الأوقات ربنا يقول ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وربنا يصف الأنبياء يقول إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا ترغيب الكلام عن الجنة والجمال والحب وترهيب الكلام عن عظمة ربنا وعذاب الله سبحانه وتعالى النفس البشرية تحتك كده سيدنا عمر بن الخطاب قبل ما أقولك سيدنا عمر بن الخطاب الحب فيه خوف لازم نخاف على زعل بعض ونخاف على خاطر بعض وده جزء من الحب على فكرة فسيدنا عمر بن الخطاب بيقولك كده بيقولك كل عمل كرهت من أجله الموت فاتركه ثم لا يضرك متى متى ساعات البني آدم لما يبقى بيظلم وبيفتري بالذات وقت الفراء يعني مثلا اتنين بيتطلقوا يفضوا الشراكة ما بينهم ممكن حد ييجي في ودنا كده ويقولك شوية كلام كده إزاي تستحوذ على أكبر قدر من المنافع حتى لو جيت على الشخص اللي قدامك شكده يقولك عند الفراق تظهروا الأخلاق آه بس ساعات الأخلاق بتظهر وحشة جدا وشطان البني آدم بيركبه وبعض الناس توسوس له إنه هو ما أنت برضه بصراحة مظلوم فيدوس على رقبة اللي قدامه وقت ما يختلفه مع بعض لأ ساعات هالواحد محتاج يفتكر إنه مش عايزة موت في الحالة دي آه مش عايزة موت وأنا أبداً دايس على رقبة بني آدم ونيمه بحصرته لو جاله لهم أصل ساعات في بعض الأوقات ما الإنسان يأثر في أركان دينه أو يفطر في رمضان أو ما يقومش للصلاة متعمد وهو عنده القدرة ويقعد كده بالأيام والأسابيع والشهور أو يبقى عنده فلوس ربنا كرمه أوي 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 مش بيطلع زكاة ماله فبسببه فيه ناس بتعاني لأن ربنا وازن الأمة إن الأغنية لما يطلعوا زكاة مالهم مش هتلاقي فقير محتاج إن شاء الله وبالتالي في وقت من الأوقات لا أنا مش عايزة موت وأنا تارك للصلاة وأنا مفطر في رمضان متعمد وأنا مانع للزكاء لا أنا مش عايزة موت على الموضوع ده طب أقول لك على حاجة تانية ساعات البني آدم بيستخدم نعمة ربنا بجرأة في معصية الله بالكبائر يعني النهاردة أنت لما تشوف على الانستجرام صورة واحد بيقول لا إله إلا الله سيدنا محمد ورسول الله متصور بكاس خمرة وهو بيتحك أنت شايف أنا مش بنحكم على حد الحكم ربنا سبحانه وتعالى والله أعلم بالبواطن بس أنت شايف لو كنت في الوضع ده تحب تموت يجي لك ملك الموت في حاجة زي كده ساعات كتير البني آدم بيحتاج يفكر نفسه يفكر نفسه من غير ما حد يقعد يخوفه ويكئبه لا بس أنا أفكر نفسي أفكر نفسي أن أنا آه ربنا رحيم وهيقبلنا برحمته وإحنا أصلا غلابة وربنا رحمته واسعة كل شيء وإحنا داخلين الجنة بعطف ربنا لطف ربنا وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بس لا ما عليش لا لا ما هو برضو خد بالك ربنا خلق النار عشان يحميك لما أنا أجي أسرأك وضيع شاء عمرك واتهمك اتهام زور فضيع مستقبلك لازم أخاف من النار لازم أخاف من الموت إن أنا هقابل ربنا سبحانه وتعالى ونقف أنا وانت بين إيدين ربنا شكده في بعض الأوقات في الحقوق وبعض الأوقات في أركان الإسلام أركان دينك الأصلية وبعض الأوقات في النعمة اللي ربنا مديهلنا أو ساعات الواحد يتجرأ بسبب النعمة على ربنا يقول لا أنا مش عايز أقابل ربنا على الحال ده فبيقول لك سيدنا عمر النصيحة بالطريقة دي بطريقة فيها شيء من الجلال لا خوف نفسك في بعض الأوقات قال كل عمل كرهت من أجله الموت فاتركه ثم لا يضرك متى ميت ترجمة نانسي قنقر